دبرت رئيسة المفوضية الأوروبية إرسولا باندرلاين أن قرار روسيا تعليق اتفاقية تصدير الحبوب خطوة أنانية لافتة إلى أن التكتل سيعمل على ضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة من جهته أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الموقف الروسي غير مبرر ويعد استخداما للغذاء كسلاح في الصراع نأسف بشدة لرفض روسيا تمديد اتفاقية تصدير الحبوب إنه أمر خطير سيخلق أزمات متعددة للعديد حول العالم من جانبنا سنحاول اتخاذ اللازم لحماية الأمن الغذائي والمتضررين من القرار لكننا في الوقت ذاته نلوم روسيا على القرار الذي نعتبره غير مبرر ويستخدم الغذاء كسلاح في الصراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر